حياكم الله متابعين قناتي من ديجل سبورت وياكم أنس بداية المقطع صلوا عن النبي محمد وآلي محمد فاجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك المقطع لأصدقائك ملخص مباريات كأس العالم لهذا اليوم إنجلتر تضرب إيران بسداسية في الجودة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022 سجل الهدف الأول بيلنج هام هدف رئيسية جميلة والهدف الثاني من ساكا هدف ولا أجمل الهدف الثالث جاء عن طريق راحيم سترلينغ والهدف الرابع من ساكا والهدف الخامس من راشفورد والهدف الثالث من جاكا غريليش ومهدي طارمي سجل الهدفين الانجليزي بوكايا وساكا رجل مباراة إنجلترا وإيران هذه الصورة توضح لحظة إصابة حارس إيران وخروجه من المباراة طبعا إصابة خطيرة المباراة كانت عبارة عن حصة تدريبية بامتياز لمنتخب إنجلترا وفوز منطقي متوقع جدا إنجلترا أكلت الأخضر ليابس في اللقاء ومهارة رائعة وآداء عالي المستوى وأكثر لعبيهم يلعبون في البريمارليغ الإنجليزي إهنا نحب نذكر سردار آزمون إن قل لهاي مو بطولة آسيهاي هم مباراة سهلة إهنا نتبين قوتكم وخسرته بنتيجة قاسية هولندا تتغلب على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة انتهى اللقاء بفوز هولندا متيجة 2-0 طبعا السنغال أثر عليها إصابة ساديو ماني الهولندي غاكبوا رجل مباراة هولندا والسنغال ويرز التعادل مع أمريكا بهدف سجل الهدف الأول لأمريكا تيموتيويات دقيقة 36 وسجل هدف التعادل قارث بيل دقيقة 82 من ضربة جزاء أول تعادل بالمونديال حبايب لا تحبون التابعون على التيك توك هذا حسابي كرة القدم العالمية والعراقية وأنوس سبورت وإبن ديجل سبورت خليت لكم الرابط بالوصف لحد الآن منتخبات آسيا يفشلون في الفوز قطر خسرت 2-0 وإيران خسرت 6-2 هنا نحب نقول للسعودية أنقذ سمعة آسيا المباراة بين السعودية والأرجنتين ستكون غدا ساعة واحدة ظهرا توقعاتكم لمباراة السعودية والأرجنتين للترفيه نسبة شحن جهازك نسبة فوز السعودية على الأرجنتين اكتب نسبة شحن جهازك لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالك يقول لا يمكننا الانتظار حتى غدا نحن متحمسون للغاية لمواجهة الأرجنتين قمنا بإعداد جيد لكأس العالم ونسعى لتقديم أداء مشرف هيرفي رينارد مدرب السعودية يقول لم نأتي إلى قطر للنزهة نحن هنا لنجعل الجمهور السعودي يفتخر في منتخبه تصريح ميسي يقول أشعر أنني بحالة بدنية جيدة وأعتقد أنني أمر بوقت رائع بدنيا وذهنيا ومن المحتمل أن تكون نهايات كأس العالم الأخيرة لي آخر فرصة لتحقيق ما نريده جميعا دتلاحظون سبب الوقت بدل ضاع الكثير في جميع مباريات كأس العالم هو اعتماد نظام كرة السلة في كل ثانية ضايعها في الوقت الأصلي يتم تعويضها حتى في رمية التماس طبعا شيء جديد لكن المباريات ستكون أطول حبا تقلبي هنا وصلنا لنهاية الفيديو سوي لايك الفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كام معكم أناس في حوال الله نلتقي في الفيديو الجديد